من عنوي النشر إلى تفاصيلها والبداية من التحصينات العسكرية وانتشار القوات في خط الصد أهلا بكم حيث تواصل القوات الماسكة للأرض ضمن حائط الصد المتقدم بين صلاح الدين ونينوى والأنبار استحضاراتها القتالية والاستخبارية بمختلف قواطع المسؤولية لمنع أي مغامرة لداعش إرهابي في رمضان أو قبله وحول الموقع القيادي الحالي لقيادة عمليات صلاح الدين أكد اللواء فليح نظم أن خط الصد الدفاعي في الثرثار وبطول مائة وستة كيلومترات أسهم بإنهاء تواجد عناصر تنظيم داعش وتأمين المنطقة مبينا وصلت الجهد الهندسي أعماله لاستكمال المسافة وإعادة التمركز وبحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الدفاع واجب الخط الصد الدفاعي لوادي الثرثار حسب توجيهات المراجع ابتدأ هذا الواجب من تاريخ 12-6-23 وعلى شكل مراحل على أربع مراحل طول خط الصد الدفاعي بشكل مجمل 106 كيلومترات المرحلة الأولى كانت 25 كيلومترات ابتدت من تاريخ 12-6-23 وانتهت في تاريخ 12-10-23 وكانت ضمن قاطع عمليات كل الواجب هذا وضمن قاطع عمليات صلاح الدين الحقيقة الفوج الأول كانت 16 ربية زائد المقر فوج من ضمنها أربع مقرات للسرايا وبعدها انتقلنا بعد نهاية هذه المرحلة الأولى انتقلنا للمرحلة الثانية اللي هي ضمن قاطع الفوج الثالث لواء المشات 95 وأيضا كانت 17 ربية من ضمنها أيضا أكون بقر فوج وأربع مقرات للسرايا الحقيقة هذا الواجب منذ بدايته كان مسند من قبل قيادتنا المتبثلة بوزارة الدفاع ورهات سركان الجيش وحتى السيد رئيس الوزراء القادر العام القوات المسلحة المحترم أيضا كان مسند من قبل قيادة عمليات صلاح الدين خط الصد الدفاعي لواد الثرثار حقيقة في هذه المنطقة دمرنا أو انهينا تواجد داعش وتأثيره على قطاعاتنا منذ البداية رغم الصعوبات اللي واجهناها لكن كان كادر عمل جيد بحيث أنه قدرنا أنه نواكب ونصنع إنجاز وتاريخ في هذه المنطقة متمثلة لهذا الواجب يكون على شكل إنشاء رباية رباية لمقرات الفصائل ومقر السرية أيضا تربط هذه الرباية تربطها بساتر على ارتفاع ثلاثة متر الرباية للفصائل هي متمثلة بأبعاد خمسة وعشرين متر بخمسة وعشرين متر ومقرات السراية أربعين متر بأربعين متر أيضا تحصينات الهسكو من ضمنها يعطي قوة وتحكيم وإضافة رصانة للموضع الدفاعي الأخوان اللي بالأفواج الفوج الأول والل الثالث خمسة وتسعين كان لهم الدور العالي ببلاء وتكملة هذه الرباية من خلال إنشاء المقر والبنايات للأخوان المقاتلين الملام مالتهم المجاميع الصحية ومكاتب مقر السرية الأخوان أمر الأفواج كان لهم الدور واللمسات اللي ترصن وتحكم هذا الموضع من خلال التفاني والعمل المستمر واجهتنا ظروف صعبة بهذه الصحراء لكن رغم هذه الظروف قدرنا أنه نتفوق عليها وننجز هذا الإنجاز اللي أصبح مفخرة وكلام لكل الناس اللي مسؤولين نحن الآن خمسين بالمئة من هذا الواجب كمناه وحاليا نحن نقف على ربيع 15 من الفوج الثالث عملنا المستقبلي المرحلة الثالثة اللي تتمثل بالفوج الأول واحد وتسعين واحد وتسعين وبعدها نقوم على المرحلة الأخيرة والرابعة الفوج الثالثة واحد وتسعين اللي نهايته يربط هذا الواجب اللي مسافة مالة مية وستة كيلو يربط مع وادي الصفا أخواننا بقيادة عمليات غرب نينوى حاليا هم جايين باتجاهنا واجبهم ينتهي بوادي الصفا والنتيجة يلتقي المحورين بهذا الجانب أحنا مستمرين بالعمل حقيقة رغم كل شيء لكنه أنجزنا وكمنا وحاليا عدنا أحنا فترة إعادة تنظيم لمدة أسبوع لغرض إعادة تأهيل هاي المعدات اللي أنجزت واجب ما يقارب خمسين كيلو متر لحد الآن عملنا مستمر إن شاء الله وإحنا كنا تصميم من أصغر جندي أو سايق قلاب أو مشغل إلى أعلى رتبة موجودة هنا تصميم على نهاية هذا الواجب وهذا التصميم جاي من أرادة قيادتنا المتمثلة بالناس القادة والمسؤولين اللي خططوا لهذا الواجب اللي يعتبر أعظم إنجاز خلال فترة 2003 لحد الآن هذا المكان هو كان مكان لداعش بحيث يجول ببراحته قطعاتنا العسكرية تقوم بعمليات استباقية صحيح لكن إلا كانت حرية التنقل والعبث والتأثير على قطعاتنا بعد ما سوينا هذا الشيء حاليا أصبح في ضيق في هذا المكان في قاطع عمليات صلاح الدين نحن حاليا على جسر البقى تقريبا مسافة بسيطة بعدها نحن نروح على جسر العقارب وبعدها نروح على وادي الصفا هذا العمل هو ليس عمل فقط ضمن قيادة عمليات صلاح الدين فقط هناك عمل مقابيلة أنا اضطرقت لهذا الموضوع ضمن قيادة عمليات غرب نينوة وحيكون على ضمن المنطقة الحدودية اللي تمنع تغلغل أو عبور داعش ضمن هذا المكان وبالتالي بعد إنجاز هذا الواجب إن شاء الله إن الشكر الجزيل للسيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وللسيد معالي وزير الدفاع المحترم والسيد رئيس أركان الجيش المحترم وقيادة العمليات المشتركة والسيد قائد القوات المحترم أيضا الشكر الجزيل لصنفنا الهندسة العسكرية علم الصنوف الهندسة العسكرية المتمثلة برئيس زارة الإسناد الهندسي والسيد مدير صنف الهندسة العسكرية كان لهم الدور بإسناد هذا الواجب والشكر لكل الأشخاص والضباط اللي قاموا بهذا العمل اللي بالتالي هو عملية رسالة اطمئنان لكل أفراد شعبي ووطني إنه داعش انتهى وجوده في هذا المكان اشتركوا في القناة